ما زالت الأزمة السياسية تلقي بظلالها على أوساط كيان الاحتلال حيث يحاول بن يمين نتنياهو التغطية على فشله وعدم تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة من خلال طرح إلغاء دعوة الانتخابات الجديدة مقابل تشكيل حكومة وحدة مع أحزاب أخرى تخبط كبير على الساحة السياسية في كنيسة الاحتلال جاء بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومته الجديدة وزاد الأمر تعقيداً الإعلان عن تشكيل انتخابات مبكرة بعدما يقارب شهرين على انعقاد انتخابات الكنيسة ليخرج رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو من جديد بدراسة مقترح يقضي بإلغاء الانتخابات الجديدة وتشكيل حكومة وحدة مع حزب أبيض أزرق برئاسة بني جانتس هذه المبادرة مثارة بشكل كبير هي الحدث الأساسي الآن الذي يتناول السياسيين والأحزاب والإعلام في إسرائيل المبادرة بالأساس تقدم بها رئيس الكنيسة وهو محسوب على الليكود وهذا يعني أن نتنياهو ضمن يعني يؤيدها ويباركها نتنياهو على ضوء يعني أن الاستطلاعات تعطي نفس النتائج وتضعه في نفس المأزك وهي تكرار لنتائج الانتخابات السابقة يعني يجدها فرصة على الأقل إعلامياً أن يلك المسؤولية على أزرق وأبيض أنه رفض مبادرة لتجنب انتخابات بكل الكلفة السياسية والأمنية والاقتصادية مبادرة رئيس الكنيسة يولي آلدشتاين بشأن إلغاء قانون حل الكنيسة يعتبرها المحللون أمراً صعب المنال والسبب في ذلك أن القرار يحتاج في البداية لموافقة ثمانين عضو في الكنيسة إضافة لرفض نتنياهو التنازل عن منصب رئاسة الوزراء بهذه السهولة ورفض بني جينتس رئيس حزب أبيض أزرق الذي ينادي بشعار حزبه الداعي لتشكيل حكومة تحل محل بنيمين نتنياهو محاولة دراسة إلغاء إعادة الانتخابات الإسرائيلية باعتقاد هذا الموضوع مستبعد يهدف نتنياهو من خلال هذه الإعلانات محيط نتنياهو إلى الإعلان للشعب الإسرائيلي بأن الليكود حريص على عدم تبذير أموال الدولة وأن نتنياهو منفتح على الجميع إلغاء إعادة الانتخابات أمر مستبعد وإن كان يشار في الإعلان بشكل أو بآخر أن احتمالية ذلك واردة لكن هناك الكثير من العقبات أبرزها أن ذلك يحتاج موافقة 80 عضو كنيسة وهذا مستبعد فكرة إلغاء الانتخابات الجديدة لقت معارضة الأغلبية السياسية في كنيسة الاحتلال من خلال تصريحات رؤساء الأحزاب المنافسة بأن نتنياهو يحاول من خلال هذه الأفكار التغطية على فشله في تشكيل الحكومة الجديدة وجريه خلف مصالحه بالتمسك بمنصبه وعدم خسرانه للسلطة من مدينة رام الله المحتلة محمد إحسين